بسم الله رحلان رحيم اهلا بكم متابعين الكرام على قناة اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك بنفس الاسم خليها ربح ان شاء الله من خلال المشروع النهاردة هتقدر حضرتك او هتقدر حضرتك تحقق ارباح يومية من المشروع ده 250 جنيه ايوة 250 جنيه لو طبقتي المشروع ده بكل حزافيره ولو مشيتي على دراسة الجدوى اللي موجودة في المشروع ده بكل التفاصيل بتاعتها لمتابعة التفاصيل ولمتابعة المزيد تابعوا معنا تفاصيل الفيديو حتى النهاية ولو فيه اي شيء مبهم على حضرتكوا يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وانا هرد على حضرتكوا واحد واحد بس ما تنسوش قبل ما نضع فيه تفاصيل الفيديو تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة عشان يوصلكوا اي جديد من الفيديوهات اللي احنا بننزلها ويلا بينا نتابع تفاصيل الفيديو ان الله وملايكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما احنا تاني لحضرتكم مشاهدين الكرام ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش طبعا زي ما احنا متعودين في القناة بتاعتنا الورقة والألم بتوعك دولة سر النجاح ودولة سر السعادة اللي هتوسلك للمشروع بتاعك عشان تكتب كل تفصيلة او كل نقطة احنا بنقولها في الفيديو بتاعنا لان زي ما انتم متعودين احنا في الفيديو بتاعنا بنقول المشروع بدراسة الجدوى بتاعته مش مجرد ان احنا بنجيب اي فكرة اي مشروع ونتكلم فيها وخلاص احنا ما بنهبتش بالعكس احنا بنقول كلام واقعي كلام مبني على دراسة كلام مبني على علم تقدر بالعلم ده تقدر تقف على المشروع بتاعك او تقدر يا حضرتك توقف المشروع بتاعك ان شاء الله والدينة تكون ماشية معاكم بشكل فالس جدا طيب نزلنا فيديو على القناة بنتكلم فيه عن مشروع دراسة الاكواب الورقية وفي الحقيقة المشروع ده منقسم الى قسمين القسم الاول امك انك تتصنع الاكواب الورقية دي ودي لها تكليف كتير جدا من عمالة من مكينات من خمات من تسويق لها تسويق او لها يعني باع طويل اوي عشان المشروع يبدأ انه هو يدور نفسه ومحتاج حد للامانة مع رأس مال كبير اوي 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 الحاجة التانية تكلمنا عن انك تكون موزع للاكواب الورقية دي او تبيع او تاخد الحاجات دي من المصانع اللي بتصنع الحاجات دي وتبدأ توزعها وفي الحقيقة المشروع ده لقى اقبال اقبال كبير جدا من الناس لكن في ناس كتيرة جدا ما كانتش عارفة ازاي تسويق للمشروع ده ازاي المشروع ده تقدر تهندله بشكل سالس فانا بصراحة خدت المشروع ده وعملتله زي اعادة هيكلة كده وان شاء الله هنسرد على حضراتكم المعلومات بشكل واضح كده بحيث ان اي حد من اولائنا في المنزل او المتابعين بتاعنا المتابعين بتاعاتنا الكرام بيتفرض علينا في الفيديو ويقدروا يطبقوا المشروع ده بشكل سالس جدا طيب المشروع زي ما قلنا مشروع قايم على الاكواب الورقية والاكواب البلاستيك الاكواب الورقية والاكواب البلاستيك بالملخص كده اي حاجة الكافيهات بتستخدمها من اكواب من اي من شاليمون اي حاجة الاكواب الكافيهات بتستخدمها والمطاعم بتستخدمها الاواني الصغيرة او الاكواب الصغيرة اللي بتحط فيها برضو الايس كريم اللي بتحط فيها الرز باللبن اللي بتحط فيها المعالي اللي بتحط فيها المنتجات الصغيرة دي او المسلجات او كل التفاصيل دي مشروع النهارده قايم على الحاجات دي مش عايزك بس او مش عايز حضرتك بمجرد ما تسمعي فكرة الفيديو كده قلت روحي ايه? تجرو برا الفيديو. اسمعوا الفكرة للنهاية ولو الفيديو ما عجبكوش انا اللي بقول لك هو انا اللي بقول لحضرتك اعملي ديس لايك للفيديو لو الفيديو ما عجبكيش. ولقيت ان فعلا الفيديو مش مهم. لكن انا متأكد مليون في المية ان شاء الله ان الفيديو هيكون مهم. يلا بينا نتابع التفاصيل بتاعتنا. سعر الكارتونة ايا كان السعر بتاعها كام? وليكن مسلا في الاسعار متراوحة بين متين وخمسين ربعمية جنيه تلتمية جنيه. في كارتونة بتوصل تمنمية جنيه. في كارتونة بتوصل ستمية جنيه. الكارتونة اللي هي بتاعت الاكواب. طبعا كل التفاصيل انا بقول لكم دي هتكون زهرة قدامكم على الشاشة هنا وهنا. عشان الرؤية تكون واضحة مع حضراتكم اكتر في اكتر. طيب. اه طبعا انت هتجيب الكارتونة الواحدة المكسب بتاعها يكون متين وخمسين جنيه. طبعا سعرها طبعا متراوح من حاجة لحاجة على حسب المقاس نفسها. في حاجات صغيرة في حاجات اكبر وهكزا يعني. طيب. سعر الكارتونة هيكون متين وخمسين جنيه. لو حضرتك او لو حضرتك بيأتي اربع كراتين بس في اليوم. يعني كسبتي الف جنيه. يعني كسبتي الف جنيه. الف جنيه ده في اليوم الواحد. شوف انا في بداية الفيديو قلت ارباح المشروع متين وخمسين جنيه. لكن انت في الحرفية لو بيأتي اربع تلاف اللي هما باربع كراتين هتكسب يا حضرتك الف جنيه. طيب. يفضل ان يكون المكان ده يكون عندك محل او محل ايجار صغير كده مش شرط يكون في في ناصية مش شرط يكون في مكان كبير. بالعكس ممكن يكون في مكان مش متشاف قوي. ولكن ما تروحش في مكان ما فيوش حد خلص وتقول انا خدت مكان. لا طبعا تختار مكان مميز. مش مميز قوي اللي هو المكان الوسط. اللي هو تقريبا ايجاره بالنسبة لي انا في المنطقة وحسب الظروف بتاعتي ايجاره تلات تلاف جنيه بالمصري. ايجاره تلات تلاف جنيه بالمصري. او من تلات تلاف لست تلاف جنيه. ده يعني ده اقصى تقدير للمكان اللي انا اه اللي انت تاخد فيه الاجار ده لو. اكتر من كده ما تاخدش لان المشروع مش هيكون مجزي معك. الا لو انت برضو اكتر واحد قدرى بي المشروع ده هيمشي في الحتة بتاعتك. ولا لأ? طيب. لازم كمان تكون عامل صفحة على الفيسبوك. ويه قناة على ليتيوب الصفحة على الفيسبوك بتروج فيها للمنتج بتاعك. بتنزل صور بتقول ان عندي منتج كزا اسعاره كزا. بوصل للقافيهات بعمل الحاجات دي كلها. قناة على اليوتيوب بتصور فيها فيديوهات. ازاي الناس بتستخدم الحاجات دي تفضل تروج للمشروع ده لان المشروع ده منتشر بشكل كبير جدا. تروج للمطاعم تروج للحاجات دي كلها. طيب. يبقى تكلمنا على القناة اللي على اليوتيوب والصفحة اللي على الفيسبوك. وكمان اصف على الفيسبوك هتروج للقافيهات وهتروج للمطاعم ممكن تعمل كمان اعلانات مو مولا. طيب. في حاجة مهمة جدا. يبقى كده بس خليني عشان اديني ماتتوهش معانا. المشروع بتاعنا مشروع الاكواب الورقية والاكواب البلاستيكية او اي حاجة بتستخدمها المطاعم او القافيهات او محلات اللي هي بتبيع المثلجات اللي بتتحط فيه الاواني البلاستيك. تمام كده? دي اول حاجة اتكلمنا عليها. اتكلمنا على الشرط الاول لازم يكون عندك محل. المحل ده اتجاره من تلات تلاف الى ست تلاف جنيه. الحاجة التانية اللي اتكلمنا عليها لازم يكون عندك كمنصات على السوشال ميديا زي صفحة على الفيسبوك وزي قناة على اليوتيوب. طيب نكمل بعد كده نكمل بعد كده. في حاجة مهمة جدا دي اللي هتقوم المشروع بتاعك وتخليه يقف على رجليك كويس جدا جدا جدا. ودي اللي اتكلمنا عليها في الفيديو الاولاني وما قدش خد بالو منها. وفي ناس فعلا قامت على المشروع ده وبسم الله ما شاء الله بدوا يحققوا فعلا ارباح وراجعوا التعليقات بتاعت الفيديو ده هتلاقوا الناس كاتبة في التعليقات اللي انا بقوله دلوقتي. طيب حضرتك هتسوق للقافيهات دي بنفسك. يعني ممكن توقف حد في المحل او ممكن تخلي ساعتين تلاتة من المحل مقفول ان انت تبدأ بنفسك انت تلف على القافيهات وتلف على المطاعم في المنطقة بتاعتك. ده مش عيب. الشغل مش عيب. لو انت شايف انك عبل ما تلف على القافيهات والحاجات دي دي فيها عيب وبتاعة ما تعودش. خليك قاعد في بيتك ومتشتغلش. يعني انا بقول لك او دي نصيحة خليك قاعد في بيتك ومتشتغلش. الشغل مش عيب انت ما بترشل حد تشحت منه او ما بترشل حد اه هو يتنك عليك او يتفضل عليك ويديك حاجة بالعكس انت بتديره خدمة اصدر خدمة هو بديك فلوس. بس الكل مستفيد. وإلا ما كانش هو اصلا يعني هو نفسه نفس المطعم او نفس الكافيه اللي انت رايح له هو بيقدم خدمة حد داني ومستني فلوس. انت نفس القصة اللي انت تعمله. تقريبا لو لفت في المنطقة بتاعتك او في المحافزة بتاعتك. لف كل يومين في يومين في الاسبوع اعمل يومين في الاسبوع كده لف عليهم. هتلاقي نفسك في حصيل التلات شهور في حصيل التلات شهور معك على الاقل خمسة وعشرين قفيه او خمسة وعشرين مطعم. يعني على الاقل متعقدين معاك ان هم بياخدوا منك. الافضل بقى ان انت توصلهم الحاجات دي لحد عندهم فده هيكون شيء كويس جدا طبعا. لو عندك دراجة صغيرة عندك حاجة صغيرة بتوصل بها في التفاصيل دي هتكون سالسة جدا معك والديني هتكون سهل. طيب. لو افترضنا ان كل قفيه او كل مطعم من اللي هم متعقدين معاك او اللي هم بياخدوا منك بياخدوا منك الف كوباية في الشهر كله. وده رقم قليل جدا 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 جدا. يعني اي مطعم النهاردة عنده اصناف كتيرة جدا. مش معقولة هياخد منك في الشهر كله الف. يعني مش بس انا اضرب لك الدراسة بتاعتي على اقل اقل رقم. عشان تقدر لما تبدأ تحاكي به ارض الواقع وتحاكي بالسوق تلاقيه الرقم ده مظبوط وبالعكس هتلاقي الرقم ده مضروف اتنين وتلاتة او اعلى. فلازم انا ابدأ لك بالاقل. عشان لما لما تيجي تبدأ تلاقي الدنيا مش معاك بشكل سلس. من فاشها فرش لك البحر وطحينة اقول لك الدنيا تمام وتيجي تتخش سوق الواقع او تخش ارض العمل تتصدم. لأ لازم ابين لك كل حاجة للامانة يعني لان دي حاجة تخص الضمير وتخص يعني ان ان الشباب اللي بيكونوا عايزين يبدأوا المشروع ده لازم يكون التفاصيل بتاعتهم تكون واضحة. طيب قلنا خمسة وعشرين قافية فيه كل قافية هياخد الف انت طبعا بتكسب الالف كم? بتكسب الالف بيتين وخمسين جنيه. هتلاقي من القافية بس او من القافيات اللي انت متعقدين معك بتاخد منهم ستة الاف متين وخمسين جنيه. طبعا ده لو احنا افترضنا ان الخمسة وعشرين قافية او خمسة وعشرين مطعم دولة سبتين هما هما. يعني يعني دي دي حاجة كمان مش معقولة. اكيد كل شهر هيضف لك واحد حد ياخد منك بدل الالف ياخد الفين. لكن انا افرض لك برضو على تثبيت كل العوامل. هي سبتت لك العوامل ان ما فيش زيادة تاني. ان ما فيش حد هياخد اكتر من الف. كل التفاصيل دي بعقدت لك في التفاصيل كلها بحيس ان انت تلاقي الدنيا مشى معك بشكل متزن. طيب. قلنا هتكسب ستة الاف متين وخمسين جنيه. ولو انت فاكر احنا قلنا في المحلة هتكسب الف جنيه لما تبيع اربع كرتين. المحل ده الاساس طبعا بتاعك. اعياد الميلاد هياخده منك. القافيات اللي هي مختلفة هتاخد منك. المنازل هتاخد منك. فيه ناس في المنزل بتستخدم الاكواب دي بشكل كبير جدا. اه في اه اه في السبوع في كل تفاصيل دي كل الناس هتاخد منك الحاجات دي. فقلنا المحل بيدخل تقريبا الارباح بتاعت المحل الف جنيه. يا سيدي برضو خلينا نخلي الدنيا ماشية بشكل متوازن. وخلينا نقول ان انت هتبيع في المحل ده هتبيع كرتونة واحدة بس في اليوم مش اربع كرتين. يعني انا دلوقتي غيرت رصد الجدوى وانا موجود معك. اهي دراست الجدوى وانا موجود معك دلوقتي اهي متغير اهي. خليها متين وخمسين جنيه. متين وخمسين جنيه في اليوم من المحل. تمام كده? وكمان عندك اه ستلاف متين وخمسين جنيه كل شهر من اللهم صلى على النبي من القافيهات اللي احنا اتكلمنا عليها في بداية الفيديو. لو احنا قلنا انك هتديع اربع كرتين في المحل كنت هتكسب في الشهر تلاتين الف جنيه. لو هتبيع كرتونتين في اليوم هتكسب خمستاشر الف جنيه. لو هتبيع كرتونة واحدة بس في اليوم هتكسب سبعة تلاف وخمسمائة جنيه. ادي عندك سبعة تلاف وخمسمائة جنيه. وستة تلاف ستة تلاف متين وخمسين جنيه. ستة وستة اتناشر. تلتاشر الف وخمسمائة جنيه. قول تلتاشر الف جنيه. كسبان تلتاشر الف جنيه. طلع منهم تلات تلاف جنيه ايجار المحل بقى معاك عشر تلاف جنيه. طلع منهم الفين جنيه تاني دي اعتبارها مصاريف تسويق. مصاريف اه مصاريف اللي هي توصيل القافيهات. مصاريف كهرباء. كل التفاصيل ده كلها بقى معاك تمن تلاف جنيه من المشروع ده. حرفيا المشروع ده محتاج الدراسة ومحتاج تكتب كل الكلمة انا قلتها في الفيديو ده لان هي مهمة جدا جدا جدا. كسبان من المشروع ده تمن تلاف جنيه بكل بساطة جدا. طيب. في الفيديو ده وهتلاقي في وصف الفيديو عندك اماكن آآ اللي هي بتبيع المنتجات دي عشان تقدر تتواصل معاهم. وكمان لو انت عندك مشكلة في الطريقة التواصل معاهم اكتب لي في وصف الفيديو وانا هوصلك لي الاماكن دي وبالعكس ممكن اوفر لك الحاجات دي لحد عندك لو هتبتدي بكميات. لازم الاول تعمل دراسة للسوق من حيث الكميات اللي موجودة عندك اللي هي المكان اللي موجود عندك فيه قافيهات اكتر بالتالنت هتزود لهم الكبات اكتر. في مطاعم اكتر بالتالي هتزود لهم العبوات اكتر. في آآ ايس كريم اكتر هتزود له العبوات بتاعت الايس كريم وهكزا. طيب. آآ طبعا المحل نفسه هتكون مجهزه بشكل كويس وتعمل فيه القرفف وتعمل فيه كل الحاجات دي. التسويق زي ما احنا اتكلمنا. دي تفاصيل المشروع كلها. يبقى مشروع النهاردة في الملخص بتاعه. اي على بيع مستلزمات القافيهات ومستلزمات المطاعم. آآ آآ هكون سايب لك فيه الوصف الاماكن اللي تجيب منها الحاجات دي. قلنا طريقة العمل بتاعتنا ايما على تلات حاجات. المحل وده الحاجة الاساسية اللي بتبيع منه. تاني حاجة ايما على انك هتوزع على القافيهات بنفسك او هتلف على القافيهات بنفسك. تلات حاجة ايما على التسويق على الانترنت. ودي ايما على الفيسبوك وعلى قناة اليوتيوب اللي احنا قلنا عليها اللي تكون باسم المحل بتاعك. وقلنا في ملخص الفيديو ده بتاعنا هيكون المدخولات عندك الشهرية هتكون تلاتاشر الف جنيه وهيكون صافي الارباح بتاعتك تمن تلاف جنيه تقدر تحطهم في جيبك. ده رأس ده رأس المال اللي انت او دي الحاجة اللي انت كسبتها. يعني المشروع ده لو بسط له هتلاقي ان رأس المال بتاعك رجع تقريبا من الشهر التاني او من اول شهر ونص من بداية المشروع. دي كانت تفاصيل النهاردة ما تنسوش ان اكبر دعم لنا ان انتو تعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة لان احنا بنتعم بنتعب في تقديم المحتوى اللي حضرتكو بتشوفوه اه على القناة هنا. وبتنساش تلف لفة على القناة تشوف اي مشروع تاني ممكن المشروع ده مش مناسب لحضرتك او مش مناسب لحضرتك. ففي مشروع تاني يعجبك ان شاء الله. ولو المشروع ده مبهم على حضرتكو في طريقة التسويق او طريقة الشراء او ازاي تبدأي المحل او محتاجة رأس مال كام كل التفاصيل دي كلها لو في اي اسئلة عندكم ياريت تكتبوها لي في تعليقات الفيديو انا هرد على ان شاء الله على كل التعليقات بتاعت حضرتكو مشاهدين الكرام على امل اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم نترككم في رعاية الله وامنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.